برعاية وزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان أقامت مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي الزرقاء وبمشاركة مجموعة كشافة ومرشدات تيرا سنطا ببيت لحم مخيمها السنوي الـ 21 وذلك في مخيم عمان الدائم طريق المطار وقد شارك في المخيم الذي أقيم بعنوان خلي فيستك علينا 120 شابا وشابة حيث تلقوا على مدى خمسة أيام محاضرات توعوية تساعدهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم في المجالات الروحية والحياتية المختلفة وفي ختام الفعاليات زار المشاركون في المخيم كل من العقبة وبترا ورم جينا اليوم لحتى نكون بين أخوتنا كشافة دير اللاتين الشمالي الزرقاء لحتى نجدد كالعادة مخيماتنا بالشراكة معهم لحتى نكون مجموعة وحدة لحتى نفتح سبل جديدة بالتواصل بيننا وبينهم رغم أنه سبلنا كثير قديمة بالاشتراك معهم بالمخيمات بالأنشطة بالفعاليات المتعددة والمختلفة طبعا كثير مبسوطين كونا بالأردن بنحس حالنا بوطننا الثاني أكيد يجينا نقازر مجموعة كشافة مرشدات الزرقاء دير اللاتين الزرقاء لأنهم كثير يعزوا علينا هم وباقي المجموعات بالأردن كاملة بنحب إحنا أن ندعم المجموعات بحضورنا نتبادل الخبرات إحنا وياهم مع بعض بالمعسكرات وبالاحتفالات ودائما ندعو لهم بالتوفيق والله يوفقهم هم وباقي المجموعات الكشفية بالأردن نتمنى للأردن الصحة والسلامة والخير والرفاه وخصوصا لشبابنا بهذه العطلة الصيفية والله يقول جميع كشاف هي فعلا من أهم المجموعات ومن أهم الفئات الموجودة في كل رعية لأنها فعلا تعطي روح لكل رعية هي موجودة فيها شغلنا مع مجموعة الكشاف هو من ناحية روحية متابعة روحية لأن الكشاف التابع للكنيسة وحركة عالمية هو لبناء الفرد من جميع النواحي من ناحية ثقافية اجتماعية وأيضا من ناحية روحية وكمان من أهمية أنه فعلا الشباب لهم دور كبير في كل رعية هم موجودين فيها وقداس البابا فرانسيس مؤخرا حكى أنه الشباب هم بنات المستقبل وأيضا هم بنات الحاضر ومن هذا الباب احنا فعلا كهنة وكمرشدين روحيين نشتغل مع فئات الشبيب الموجودة في الرعاية ومنها الكشاف وفعلا بداية هذا المخيم احنا حبينا نكون موجودين حتى فعلا نعطي الشباب الروح والمعنوية واحنا كمان نشاركهم دائما في جميع نشاطاتهم حتى كمان يشعروا بحضور الكاهن وأهمية حضور الكاهن في حياة الكشاف وأيضا يشعروا بحياة الروحية وأهميتها في المجموعة الكشفية أول شي بشكر قيادة المجموعة اللي خلتني أوصل لدورات قيادية وأخدها وأوصل من قائد ومساعد قائد وحدة لقائد وحدة وبشجع كل الموجودين والطلاب أي شخص بيحب الكشافة أنه يستمر في الكشافة وأي شخص ما بيعرف إش عن الكشافة يفوت ويتعرف عليها ويشوف شو هي الكشافة لأنه رح ينبسط ويستفيد بحياته سواء بعمله سواء بحياته الشخصية أو الاجتماعية موسيقى